اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم ضيوفي المرشح لمصر بنقيب المهندسين المهندس بير جعار اهلا وسهلا فيك السيد بير والناشط التغيير المهندس جو الهوى اهلا وسهلا فيكم بداية فطر سعيد الى كل المتابعين والمشاهدين في لبنان وكل العالم يناعد عليكم شباب بالنسبة لعيد القيامة عيد الفصح والفطر السعيد اهلا وسهلا فيكم بالمناسبة احب اول شي وجه معايدي لكل اخواننا بالطائفة الاسلامية في لبنان اليوم عيد الفطر وبنفس الوقت اليوم كمان حابب عزي زميلي لقلنا مشين وهبي سلماء سليمين اليوم بوفاة جوزة بطريقة غريبة بي لتلات ولاد بحاجة لبيهم اليوم اكتر من قبل فقدت جوزة هالزميلة الاوي اليوم انا بحيية من هون وبعزيها وبعزي كمان كل العيلي واصدقائه وكمان اصدقائه بالكوات اللبنانية شكرا للك واكيد نحن منعزيهم كلهم ومنشد على ايد القضاء والاجهزة الامنية حتى نعرف الحقيقة الصحيحة 14 نيسان الانتخابات في نقابة المهندسين بعد الدورة الاولى بعشرة ادار السيد جو بدي بلش بالجو العام ب14 نيسان الانتخابات في بيروت النقابة نقابة المهندسين الى اي مدى نستطيع ان ننطلق حسب نتيجة الانتخابات بعشرة ادار وكيفية انعكاس هذه النتيجة الفروع على الانتخابات ب14 نيسان اولا انا بحب بس ضوء على شغلة كتير مهمة نحن مرشحنا مرشح المجتمع المدني التغييري اللي هو بدأ بانتفاضة 17 شريق واشتغلنا كنا من الاولين اللي اشتغل على قيام هذه التغيير بنقابة المهندسين نحن اللي ضعينا لترشيح استاذ جعارة ضمن اكيد احترام لقواعد معينة للمعايير معينة ان احنا من نؤمن فيها بانه هذي بتبدأ الامور بالتغيير من هذه المعايير اللي ضعينا لترشيحه بصيفية الفين وثلاثة عشرين الترشيح ناتج عن المجتمع المدني الهندسي بنقابة المهندسين يعني بشكل اوضح المستقلين اوكي فسيد جعارة اليوم مرشحنا مشينا بالحملة الانتخابية ورشحكم كتغييري كتغييري وكمستقل ما عنده اي التزامات حزبية ولا عنده اهم شغلة قادرة وهذه همومي جدا لنضوي على موضوع المستقلين لانه فيه لغة هنا حول الاستقلالية موضوع المستقل يعني انسان يحترم الاخر وبينطلق من قناعاته وبينطلق من مصلحة الموقع اللي هو يمثله قادر يحكي ويطعطى مع كل الافريقاء وكل المجموعات كانت حزبية ومدنية هذا هو المستقل ما بيقدر يصنف ويلوين العالم حسب انتماء سياسي وانتماء الوطني يعني منفتح على الجمعي لكن بدأت العودة الى هوية التغييريين نعم التغييريين اليوم بلوك واحد لدعم بياري جعارة ام انتم حتى منقسمون اللي صار هو ما حدث بموضوع نقابة انتفد اللي هو صار الحدث بالالفين واحد وعشرين عندما صار انتخبته نحن نحن النقيب الحالي نحن كنا من الناس اللي اعتردوا من المجموعات اللي اعتردوا نحن كنا اساسة اصلا بتكوين هذا هذا التحالف نحن كنا انطلاقا من موقع منفتح وفعلا تغيير واداء مختلف عما كان بالسائد بالمجتمع اللبناني نحن لجب ان نكون مفتحين على الكل وما بدنا نفحص دم حدا كلنا بسلة واحدة بنا نجرب نقدر نعطي نتيجة بهالموقع بهالطريقة بالذات قريهان الاول سقط او لم ينجح احسن ما نسيبه كتير لعارف ياسين لا 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 انا متحفز على الموضوع اكيد لا لان عارف ياسين هو جاي من مجموعة من ثقافة معينة ومن فكر معين كانوا موجودين قبلنا يعني من هذه المجموعات اللي كانت موجودة كانت موجودة من سنة الـ 2017 وانتجوا نقيب اللي كانت نقيب جاد تابت اوكي وهذا النقيب كمان قلبوا عليه تاني يوم اذا بنا نقول فالعملية تقمن هناك نحن لما شفنا هذا الموضوع بهالطريقة بهالتجاه وصار فيه تحوير للاتجاه اللي كنا فيه انسحبنا من دون ان نعلن جهارة يعني تمام نقذ اي عمل النقابي نعم اكيد استاذ كير عرفنا عن حيلك مو المعروف نقيب مهندس مهندس مدني اتخرجت من الجامعة اليوسوعية لوزيب مع شهده بالاقتصاد كمان اشتغلت بفرنسا بمجال بمجال عزل الصوت والارتجاج وهيدا اختصاص كتير كان مهم باوروبا وقت بلشت فيه اشتغلت على معظم المشاريع الكبيرة اللي عن عملت باخر التمانينات وبالتسعينات كمان وبعدين رجعت جيت على لبنان فتحت شركتين بلبنان لمعالجة الضجيج والارتجاج وبشتغل كتير بمعظم البلدان العربية وبعض البلدان الافريقية وكمان ببعض البلدان الاخرى عندي شركة ومصنع لنفس الشغل ونفس العمل بعدين لحد اليوم حتى كمان فتحنا مؤخرا شركة كمان بالكويت وعننا امتداد اكتر واكتر على بلدان الخليج بيرجع من غير الوضع المهني دخلت على نقابة المهندسين انا بسنة الالفين وثلاث عشر وكنت رئيس الفرع الخامس فرع المتعايدين والشركات الهندسية او المصالح بسمونه الهندسية وكل المهندسين العاملين بالاطاع الخاص من الالفين وثلاث عشر الالفين وثلاث عشر لما خلصت الالفين وثلاث عشر عرفت مظبوط كيف الشغل عم بسير بالنقابة وشفت شوي مشاكل اللي ممكن اللي نحن عم نواجهها بالنقابة بسبب تغيير اذا بدك تسميه الديموغرافي بالنقابة لانه عدد المهندسين زاد كتير بالنقابة وكانت النظام في التليكم والانفورماتيك كومبيوتر اللي صار فيه عدد كتير كبير موجود قدرت النقابة تستوعدون أو فيك إشكالية حول هذا نستوعدون بس النقابة اليوم ما عم تعملون شي يعني لا أخذ شوي بفكرة مبسطة أكتر نقابة المهندسين اتأسست سنة الواحد وخمسين من الواحد وخمسين لما اتأسست كانت بتضم المهندسين كانت كلها متتمحور على رخصة البناء يعني المهندسين كان فيه من زمان اللي بيشتغلوا برخصة البناء كان فيه المعمريين والمدنيين رجع كبرت وقدخل كل المهندسين البقين يلي اليوم نشوفهم من كهرباء من ميكانيك من اليوم لحد هلأ في عنا قصم من الكهرباء وقصم من الميكانيك وقصم من الزراعين اللي هني بيشتغلوا مع المعمريين والمدنيين على رخصة البناء ولكن عدد المهندسين اللي موجودين بالنقابة يلي بيشتغلوا على رخصة البناء صاروا أقلية وكل مدخيل المهندسي بنقابة المهندسين بعده كله محطوط على رخصة البناء مع العلم أنه صار فيه الأكترية هني ما قلن عليها برخصة البناء أنه أبي ما بقى تعني لهم شي إلا أسرانس وتقعد هاي دي المشكلة اليوم صار لازم متل ما أقولوا نحلها صار لازم نحنا ننشؤ فروع جديدة نتطلع بتفكير جديد لليوم وللمستقبل ونبلش كمان نشتغل على تنظيم المهندسين بالمهن ماذا أخذنا على هذه النقطة يعني الإشكالية بهذه النقطة وأكيد كلها عناصر شبابية دخلت على هذه على النقابة باختصاصات جديدة كيف قادرين تحلوا هذه الإشكالية شو التصور التصور هو أول شي بده يتغير أنون طبع نظام نظام المهني أو نظام المهني الهندسي يعني نعيد التركيبة طبع تنظيم النقابة عدد الفروع والاختصاصات ولازم كمان فيه إشي كتير كمان لازم تتغير يلي منها الوضع الانتخابي مثل ما بصير هلأ كل مرة بينزال 8 إلى 10,000 نستقبل لليين تخبه صار بدها تغيير كل الهيكلية طبعا النقابة هالشي ما أنه سهل على النقيب يقدر يعمله وحده النقيب لازم يكون مع عداء المجلس يعمله تصور ويحطه هالتصور كمان من بعد ما تتوافق عليه يتوافق عليه نقابة بيروت لازم يروح على نقابة سمال كمان أو بالأحرى لازم نشتغله بتضامن صوى مع نقابة سمال لأنه بعدين بده برلمان هيدا نحن نشتغل تحت رعاية بأنوم تحت رعاية وزارة الأشغال لازم يرجع يروح على البرلمان هيدا هيدا لازم يصار ينحط على السكة وصار وقته اليوم من أولويات إذا بدك تقول الملفات لحتى نقدر ندير النقابة بشكل صحيح يعني بتعتبر أنه قد يكون هذا الأمر هو أحد التحديات التي ستواجه النقيب الجديد أو على أقل بالبرنامج اللي حضرت حكي السيد جوب بالعودة إلى خريطة التحالفات الانتخابية كيف هي موزعة يعني كنا عم نحكي في السابق إذا بدك يعني فاز التيار التغييري بالانتخابات اليوم في عوضة للأحزاب التقليدية بقوة أكثر أول شيء إثنين كيف شو هي خريطة التحالفات والترشحات هذه السنة أولا السبب الأساس إلى رجوع الأحزاب على نقابة المهندسيين بتعود لفشل اللي صار مش أنا عم بحكي هني عم بيحكوه يعني اللي كان يسمى النقابة تنطفض الفشل اللي صار بإدارة النقابة طبيعة الحال معايدوا يقدروا يحاكوا رأي العام products بعد هادا شفاشل هذه كل السنة صار ليش مش عم بيقدروا يحاكوا رأي العام الهندس أنا بقول لك شغلي أنا بقول لك شغلي صراحة أو ظروف لا لا مش ظروف أنا بقول لك شغلي ه هذا بعتيق فيها يعني اليوم متكون عم تنافس حدا وللقائيا ولا شعوريا بتصير تشبه فالإداء اللي صار كان شبيه جدا بإداء الأحزاب وحتى من هذا كان عندنا التحفز وهذا كان الخلاف الأساسي التسكير على 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 الآخر دائما الأحدية بأنه نحن نملك الوطنية والكرامة وكل هالشعارات اللي نحن نمتلكها وهذا شي مش مش مقبول يعني مش مزبوط وبنفس الوقت نفس الوقت اللي هي كان شغلة أساسية ما يدروا نسجموا مع بعض يعني صار في تنافس داخلي ظهر للعالم صار في عندك كان مشاريع نقباء موجودين على الطاولة وحدة يعني عشر أضاء عشر أضاء عشر طلعون نحو نحو المركز الأول فالنقيب يمكن الدليل اليوم كما في بعض المرشعين على مركز النقيب صحيح موجودين بالنقاب الحاليات فاللي صار اللي صار بهذا التعاطي يعني اللي هو تعاطي تقليدي حزب تقليدي يعني ما مغير أبدا عن الأحزاب الموجودة إلا أنه قوم تعود محلك فالفين وثلاثة وعشرين يجيت انتخابات أعضاء تبين أنه ما قدرك حتى ظهروا العنوان ظهروا الاسم تعرف الاسم نحن شو بيعني خاصة إذا كنت تشتغل بالكتاع البزنس يعني تستثمر على الاسم وفعلا تستثمر على الاسم كتير فلما أنك قادر تعلن عنه بقى خلقوا اسم تاني بنفس الأشخاص وصار في تحالفات ظهرت بعدها تاني يوم ظهرت بالجرايط أنه الأحزاب دعمتهم لطلعوا عضو جديد اليوم في عنا 13 مرشح ما هيك على مركز النقيب طيب كيف موزعين قبل ما نحكي مع النقيب في عندك عندك اليوم اللي اللي نكون هنا الأساس الموضوع في ممكن تكون نحنا رشحنا السيازة بيار لأنه من موقع تغييري مجتمع مدني مستقل أنتم تغييريون منتفدون على النقابة تنتفد ما هو نحنا نحنا مش مش هلأ انتفدنا نحنا من الأساس من البداية من البداية قبل نطلع نتيج النقابة تنتفد حتى قبل قبل تمام بس أنا اللي بدل لكي نحنا في أحزاب يجد دعم الترشيح وهذا حق مش هي نلغي حدا وهذا حق ولكن اللي صار بالمقابل عندك مرشح حزبه نشاطه المعلن نشاطه المعلن اللي داخل فيه على النقابة مبني على نشاط حزبه بحث يعني ما ما شفني ولا مرة بنقابة المهندسين ما عنا أي فكرة عن نشاطه النقابة ما عنا فكرة كتير واسعة عن نشاطه الحزبه عظيم على أساسه عم نحكي عن الأستاذ فادي حنة الزميل فادي حنة أوكي فاللي هو هلأ قول الخريطة مدعوم الطيار العوني هو في الطيار العوني هو كادر عوني صح هو كادر أكيد كادر أوكي وهو نفس الوقت مع تحلوفاته التقليديين اللي هني السنائشي هم ترسمون وهلأ يحكى بأنه الحزب الشراكي كمان حيكون داعم لكن نحن أمام إذا بدك انتخابات حزبي بالنقابة نحن نحن منعتبر خاننا نكون واضحين بهون الموضوع نحن عم نجرب نرجع نخلي موقع إلى التغييريين يلا هو من خلال نقيب المهندسين الساس بيار أنت مرشح مستقل مدعوم من بعض الأحزاب مستقل ومدعوم خبرناه بدي بدي وضح شغل أنا من الأساس لما انطلقت بترشيحي أو عرضت ترشيح أنه أبديت عن رغبتي بالترشيح برمت على كل الفعاليات النقابية والأحزاب السياسية عند المهندسين بالأحراب لأنه معظمهم كلهم بيعرفوني كثير منيح وأنا بعرفهم وأنا مثل ما قلت عندي تجربة نقابية قبل وكلهم شافوا بيعرفوا تجربة النقابية اللي هي كانت نقابية صرف لم تدخل فيها أي يوم بالسياسة وقت اللي كانت فيه سياسة بالنقابية وطلبت دعم الكل لأنه كمان في شغلة ما ظهر زميل جو اليوم هاي الانتخابات مقدر أنه يجي حد 8000 شخص 8000 شخص العملية لتقدر تربح الانتخابات بدك حد الأربعة تلاف صوت الأربعة تلاف صوت ولا إنسان مستقل لو مين ما بيعرف بيقدر يخدهم واحده الأربعة تلاف صوت ما في إلا بدي يكون في معه فريق أو تكاتلات حزبية خصوصا بالوقت اللي اليوم الثورة ما قدر يتنجح يتبل المرحلة السابقة لحتى تكمل بنفس النهج إنه تعمل إذا بدك تقول موجة معينة ويجوا ينتخبوا على أساس غير حزبي اللي صار اليوم إنه أنا بجولات اللي عملتها وأكيد كل زملائي بيعرفوا من كل الأحزاب عملت أكتر من جولي على كل الأحزاب ولكن وجود شخص كان حزبي صار فيه التزام كمان حزبي اتجاهه أنا بعض الأحزاب اللي هي بشكرها لقيت فيه إنه أنا شخص المناسب بالمرحلة اليوم اللي نحن موجودين فيها حبت تدعمني لأيلي لأنه هي ما عندها شخص مباشر قدرة توصله أو قدرة تدعمه وأنا بتشكرهم على كل حال بدعمهم لأيلي أنا صار أنا عندي كتلة نوعا ما دعمتني وبالمقابل فيه شخص تاني عنده كمان تكتولي اللي حكي عنه نجوه هلا كمان بالمقابل أنت مرشح مستقل مدعوم من الأحزاب الكوات اللبنانية من الطيار المستقبل والكتائب اللبنانية لحد هلا وبطبيعة الحال الأحرار الأحرار ما أعلنوا دعمهم لأنني أنا مستقيل من مهامي من 6 سنين أكيد أنا كنت بالحزب وبحترمه وبحبه وبحب كل أعضاءه ولكن أنا اليوم عندي حرية كاملة عم بحكي ما عندي أي التزام مع أي حزب طيب لماذا هذه الأحزاب اختارت بياري جعارة ولم تختار أي مرشح آخر قريب يمكن بالسياسة منها ما إلا علاقة أبدا بالسياسة ما إلا علاقة إلا علاقة نقابي بك فقط صح بعدين أنا كبير إلا علاقة بأدائك النقابي السابق من 2013 صح في عندك أداء نقابي في عندك كمان غير أداء نقابي في أداء العمل المهني أنا بشغلي عندي اتصالات نتوركينج كبير مع معظم المكاتب الهندسي وبيعرفوني كتير منيح بشغلي وفي كمان تجربة قبل أنا ترشعت عن انتخابات نائب من 2017 وقتها كان في الموجة طبع بيروت مدينتي ما قدرت انجح وترشح إلى الانتخابات من قبل إذا بدك تقول اشتغلت على الأرض وصرت أكتر معروف من ناحية النقابية والمهنية يعني اليوم المهندس يلي بده يجي ينتخبك بده يكون عارف مين عم ينتخب هذه بتعطيني شوي إذا بدك أفانتاج على غير زمنة مرشحين عظيم السيد جو الخبر بيقول شكوى جماعية قد تطيع بنتائج انتخابات نقابة المهندسين هناك منع حوالي ألفين مهندس من الإدلاع بصوته في الانتخابات الفرعية لنقابة في هذه تبع عشر أدار شو قصة الشكاوى وشو قصة منع بعض الناخبين من الانتخاب هو اللي صار صراحة أنه في زميل لأنه اللي هو صديق كمير ناصل الوقت حب يترشح وكان في عنده مشكلة مشكلة مالية مع النقابة يعني كان في فرقات في أشكالية ما كان دفع ومبلغين كل اللي ترشحوا وكل اللي شاركوا بانتخابات عشر أدار سوري مبلغين بأنه اللي منه مسكر 2023 مع الفوارق ما بحقله لا يصوت ولا يترشح ده حسب نظام النقابة ده حسب نظام النقابة هلأ هناك ممكن أنا مني خبير قانون الصنع بيقوله حوالي تقريبا 2000 مدفعين مش للترشح كمان للإدلاق بأسوات حتى قرار الطعن اللي صدر واللي تقدم فيه الزميل المرشح كمان منصب نقيب طم موافقة عليها ولكن بدون ما بحقله يصوت هذا اللي تبلغنا فيه بحقله يترشح لكن ما بحقله يصوت صحيح فهي دي خلقة اشكالية طويلة عريضة بهذا الشيء بس حسب ما تبلغنا كمان أنا مني خبير قانوني حسب ما تبلغنا انه الوقت اللي كانزو يعترضوا فيه او يطعنوا فيه قطع يعني الزميل الوقت عمل طعن عام ضمن المهل القانوني اللي هي ثلاثة أيام بعد بعد ترشيه السيد بيار هناك تحديات كبرى امام المهندس تحديات كبرى امام النقابة والنقابة الحالية ما قدرت تواجه هذه التحديات انت كمرشح للنقيب شو هي الالية شو هو البرنامج قداش قادر ترجع تعيد النقابة لما كانت عليه اذا قدرنا انتظرنا هك البرنامج طويل البرنامج هو تصور اذا بدك تقول مرتكز على المشاكل الحالية الموجودين على البيتش لما عمقول طويل بقدر فوتش بس بدي ياخد كتير وقت وهيدا اليوم الوقت طويل ولكن انا حب بدوي على كم شغلي كتير مهمة بالنسبة لنقابة المهندسين اول شي ادارة النقابة الشخص اللي بدو يدير النقابة لازم يكون شخص يقدر يوحي ثقة لزمل المهندسين انه قادر يدير النقابة هالثقة منى كيف يتكون اليوم شفنا باللبنان الحكي الناس عم تحكي عن الكهرباء عم تحكي شو بتقدر تعمل وإلى آخرية ولي شفناه ولكن ما طلع بإيد ناس كتير اللي بتحكي الانسان اليوم لازم يوحي ثقة بأعماله ولها السبب بتصور أنا أخدت الدعم لأنه أعمالي هي يلي أكتر شي مرجع العذاب التي دعمت بنت الدعم على الثقة على الثقة سكة المهندس أول شي هنا السكتون ليسوطولي ليسوطولي يعني عندهم ثقة في عام النقيب هايدي اللي هي النقطة الأساسية النقطة الثانية اليوم النقيب عنده شغل كتير لازم يقوم في من ناحية أول شي الإدارية لازم يكون عنده معرفة وإلمان بالمواضيع الإدارية أكل لازم يكون شخص كمان عنده خلينا نقول شي يعني الروح الرياضي بيعرف يشتغل مع فريق المشكلة اللي صارت آخر شي بالنقابة عنا ما كان الفريق اللي هو عضاء المجلس ما كان كله سوا متماسك وهيدا دور النقيب اليوم هو يخلي هالفريق يكون متماسك كله مع بعض هيدا الشي ما صار لما ما بصير التماسك بفريق الأحيال مؤسسي فريق عمل واحد لا لحن حلك شو هيدا يعني الشواليات اللي بتجي جبوها كل مهندس من فريق السياسي باتنعكس على الطاقة ولا يمكن أبدا يكونوا فريق واحد لأنه كل سنة في عندك خمس خمس بفلو بيجو خمس جديد يمكن هذه هي يعني التحدي الأكبر كانت أمام النقيب الحالي بس هيدا لما بصير عنده نظرية مختلفة شغلة النقيب أول شي يقدر يجمعه وهي دي اللي يفترض يعمل النقيب أول شغلة قبل ما يبلش شغله يبلش كلهم يحسوا أنه فريق واحد يحد بين روح الصداقة ويقدر يجمع ويشتغلوا على الأفكار اللي هي مشتركة للكل هيدا وصيفة النقيب اليوم أو وظيفة رئيس حيالله مؤسس ليش برأيك أستاذ عارف ما قدر لعب هذا أنا بدي ضو لا بدي أستغيبه كثير سنشوف ليش أنا بأي من الموضوع بشكل موضوع مش مش في شغلة ذكر أستاذ بير عن موضوع التغيير اللي بيصير دائما بالنقاء يعني بالمجل ودعام الإجابي أوقات أوقات لا أكيد لأنه عم تشكل يعني وقت تركب فريق عمل متجانس مع بعضه ترجع فجأة بتخسر أحد أعضاء أولا ليش أعضاء مختلف اللي صار مع الأستاذ عارف أو مع النقابة تنطف بذلك الوقت ما بينطبيع لون هذا الشي يعني فاتوا بوقت بعشر أعضاء لأول مرة بتاريخ النقاب مع تحفظ لأنه ما مطلع على تاريخ اللي بعود لأتبركة عشرين ثلاثين سنين لورا بس إنه بيعتبر من النوادر إنه اليوم بيصال النقيب ومعه عشر أعضاء عند تلتان مجلس فمفترض ومفريق عمل فريق واحد اشتغلنا سنة ونص سنة ونص مع بعض قبل منفوط على المعرك الانتخابية أوكي فالهدف وهون هون المشكلية عاصة الأحزاب كمان هي تنتبه علي نفس الشي الهدف بيكون دائما نتيجة الانتخابات مش مع بعض الانتخابات اللي صار نركز على الانتخابات ونتيج ده بدون ما نفكر شو بعدين بدنا نرجع نعمل شو بدنا ما سلفنا نحن ما شكيف ما نرجع نغطي هالشي اللي سلفنا أساس اللي صار أنه نخيب عارف مثل ما ذكرت قبل فت عشر قعدة على المجلس ولكن لم يكن هناك تنصيق بين بعض ما كان في تجانس بين بعض وصار اللي صار يعني بس نعم طيب روح القيادة الثقة كفيلة عم يقضشك الجوب شعال لا في عنا في في موضوع أنا كتير أكتر شي يلي يلي بحسوا بيعني لليوم في موضوعين في موضوع إنساني رح أحكي عنه بعد شوي وفي موضوع تاني هو موضوع الشباب المهندس اليوم كل شخص بقوم بانتخابات من واجباته أنه يحاول الاتصال بأكبر عدد من المهندسين تحتى يشجعون يجوين تخبوه اليوم إذا بنلقت التليفون ومن تلفين كل الشباب الجديد قليل لا يرد عليك حدا موجود بالبلد هندسية بالبلد مفيش أعمار هلا هلا صح ما فيها ولكن هيدا الشي اليوم إليه علاقة بدي أرجع معلش أنا ماني لأحكي سياسي ولكن هيدا مرتبط بسياسة البلد اليوم سرقلنا خمس سنين عم نعاني من أزمة اقتصادية من عمل خط التعافي لليوم كيف بدوا يقلع البلد إذا ما في خط التعافي كيف اليوم إذا مصريات الناس اليوم مصرياتنا سرقونا سرقوننا مصرياتنا للشعب اللبناني كبار المذيعين الي اللي نعابي أحد كبار المذيعين اليوم مصرياتنا موجودين بالنقابي لولار مقلون إيمي بق directory كيف اليوم مين بدوا يقدر يستثمر بالبلد من اللبنانيين غير كبار المذيعين اللي مصريتهم محجوز بالبنك كيف وقعد لحد اليوم ما عنا رئيس برلماء ومسكر معنا معنا حكومي عندنا حكومة تصريف أعمال ما في خط التعافي اليوم أنا هيدا رسالة ببعثها لسياسيين صار الوقت بتصور يبلشوا يعدوا على طولة لو كانت مدورة طولة يعدوا يلاقي حلول للبلد الناس ما بتقدر تحمل اليوم إذا بتطلع يعني شي بحزب القلب لما بتشوف أنت أنا عندي أربعة ولادة من سين ثلاثة منهم برات لبنان لأنه ما عندهم شغل لأنه في لبنان ما في شغل معظم عندك تشتغل تترد الأولاد يا أهلا بلاشت عم بشتغل عم بشتغل عم ردهم بإذن الله عم ردهم أنا بس أنا عندي مؤسسي وقدر شغلهم اليوم لمساعد شوي لبنان بعد لهلا معلشي هدي مساعدة بأنه اليوم صار في انترنت صار فيك تشتغل أونلاين بالدراسات بتقدر تشتغل عم نشتغل نحن أونلاين بلبنان عندي أنا المؤسسي حفظت على مهنسيني وعلى مؤسستي وتأكلمت مع الواع لأنه رح تنبشت على شغل برات لبنان وعم بشتغل من لبنان لخارج لبنان بواسطة الأونلاين هيدا الشيء اللي بعد مخلينا وقفين على إجرينا نحن ولكن في مسؤولية كبيرة كمان على سياسيين بتصور موضوع الثاني نحن النقابة صارت تصريف أعمال أنا وصفتها اليوم كمان بمقال أنه موجودة النقابة بالعينية الفيئة صارت غير العينية الفيئة اليوم نحن صرنا تصريف أعمال لأنه النقابة مبق إلا أسرانس وتقعد وعننا نحن مشكلة تانية ليه صندوق التعاو دي صندوق التعاو دي فين نأخذ في اليوم بعض البريك لو سمحت السلس بياي المشاهدين بريك أصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم أهلا بكم الجديد في متابعتين لهذه الحلقة من بيروت اليوم ضيوفي النقيب أو المهندسين بير جعارة وجوع الهواء أستاذ بير حضرتك مرشح للانتخابات النقابية لمنصب النقيب بس في نقطة أساسية المهندس الشاب الذي يلقى فرص عمل بالخارج وهذا التحدي الأكبر على الصعيد الشخصي عندك ثلاث مهندسين بالبيد موجودين بره على الصعيد النقابة كنقابة ماذا تستطيع أن تفعل كيف تستطيع أن تخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب حتى يعودوا أو يعود نصهم أو ربعهم أو عدد كبير منهم إلى لبنان يمكن هذا التحدي الأكبر يعني مثل ما عم تتعامل مع أولادك وأدك تتعامل مع المهندسين الشباب في قسم القسم المهم الأساس مش أنا هو دولي 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 دائما للأسف ما نحن كقطاع خاص عم نلعب مطرح الدولة ولكن أنا أنا شو عملت كمؤسس اليوم أنا كمبادرة فردية صاحب مكتب هندسي شو عملت ونفس الشيء زملائي أصحاب المكاتب إذا بتاخد المكاتب الكبيرة في لبنان عم تشتغل عندما نسينا عم يشتغلوا شو عم نعمول عم نطلع للخارج عم نجيب شغل من الخارج وعم نشتغلوا في لبنان وعم نوظف منسين من لبنان اليوم نحن اليوم أهم شيء هلأ موجودين بالعناية الفيئة لازم ندبر أمورنا وسنسر أمورنا أهم شيء اليوم وهيدا دور لأن أبي تعمل اتصالات اليوم أنا على صعيد الشخصي عند اتصالات كثير مع شركات خارج لبنان وشركات الخارج لبنان مع العلم اليوم لهجرة الشباب في إلا حسناتها وإلا سيئاتها نحن اليوم موجودين بمعظم الشرك الهندسي الموجود في الخليج حتى على رؤوس الشرك إذا مش كلها البعض مننا سيمهدسين لبنانيين وحبين يساعدوا لبنان وحبين يساعدونا نحن اليوم إذا كان عنا منصة مشان ندبر شغل لبنان من لبنان أنا بتصور أنا بزيارتي اليوم برمت على كتير مكاتب حتى ليت أحد المكاتب اللي اليوم موجود بالكسليك وبعطله وبقوله تحية عم يشتغل لألمانيا عم يشتغل على خرايط عم يكتب عليهم بالألماني للدولة الألمانية حالو بقى تصور نحن اللبنانيين في فرنسا كمان في ناس عم تشتغل لفرنسا من لبنان وهذا شيء اليوم مهم لكان صار في عنا إذا بدك تقول حكومي أو دولة على إجرية عظيم لكن هيدا هو التحدي الأساسي وقدره كنقابة أن تنسق هذه الأعمال مع كل المهندسين اللبنانيين في الخارج حتى تستقدم شغل من بره وينفذ هيدا مش تحدي الأساسي هيدا أحد التحدي ولكن هيدا ويجبات النقابة أكله تشتغل يعني اليوم قد تنسح قدش مدى الاتصال قدش مدى المشاريع ولكن دايماً لما الحركة بركة إذا ما عملنا شيء إذا ما عملنا شيء ما نحن نتوصل يعني مصير أو مستقبل الشاب المهندس مرتبط بقديش قادر النقابة تساعده على الأقل بتأمين عمله صح في مشكلة تانية فادي اللي ناس كنا نقول من زمان إنه الشخص اللبناني لما بيهاجر على الغرب ما بيرجع لما بروح على الشرق بيرجع اليوم الشاب خصوصاً اللي عم بيهاجر وعم بروح يكون عائلة إذا راح يشتغل بالخليج نحن بنعرف في ناس عم يستقروا صاروا بالخليج اليوم بدبي في ناس عم تشتري وتحط أولاد تشتري بيوت وتسكن مع عيالها وتحط أولادها بالمدارس هول صار مصعب يرجعوا على لبنان هول إخسارة على لبنان أنت بتعرف أنه اليوم المهندس لحتى يتعلم ويتخرج ويصير فيه معه شهدة هندسة بيكلف أهله قديش مصاري هيدا عم يكلف وطنه ولكن بالمقابل هيدا إذا فل وترك لبنان كان يبعد شوية مصاري بس بعدين ما بقى بيبعد صار هو عم يستقر برا هيدا خسارة كبيرة لوطننا صحيح وهيدا من هك أنا حطيتها ضمن الأساسيات تفضل شو بعد فيه فيه أشكالية كمان اليوم أستاذ بيير قصة العقارية وهي دي مبنية هي الدعم الأساسي للنقابل إذا على رخص العمل والشغل أديش قدر أن أبي تعمل لوبي تعمل قوة ضغط على القوة التي على السلطة التي هي بقرارها أنه أقفلت عدد كبير من الدوائل العقارية خاصة بشفال مين أقفلهم الكضاء شو فينا نعمل مع الكضاء وين هي الدولة وين الحكومة اليوم أنا اليوم بقدر أقول له الأقاضي سكر دوائل العقارية وتهم ناس بفساد اسألوا ليش تهمتهم ورجعنا على شغلون لو كنت ناكيب اليوم نحن ما فينا نتدخل بالقضاء ولكن نحن منتمنى أنه كمان القضاء يكون شوي عنده دينامية أكتر ويتابع كل الملفات اللي إليها علاقة خصوصا بالقمة تعيش الموارد أصلا بعرف إذا القضاء هو الذي قرر بإقفال الدوائل العقارية القضاء بيقرر إذا فيه واحد فسد يروح يجيبه حطه بالحسب أو يحقق معه إذا كان منتهم أو لا صح بس حسب معرفتي أنا حسب معرفتي أنا وقفوا ناس وقفون وقفون يعني الدولة وقفتهم وتوقفوا عن العمل مين بيقوم بالدوائل اليوم وصارت بالوقت وتهموا بالفساد وهذا الشيء ما صار على كل الأراضي اللبنانية صار ببعض المناطي هون فيه أمور سياسية وأمور قضائية اليوم ما بعرف شو قدر تعمل النقابة بهيك وضع ولكن برشعب لك الأساس كله نحنا بدنا انتخاب رئيس وحكومي لإدارة البلد تناعرف مع مين بدنا نتعامل طيب هناك شبهات فساد بنقابة المهندسين مش يمكن بها دايماً في شبهات فساد مع كل النقابات ما بدي أتهم حدا ولا بس بس عم نطرح سؤال بس عنا بلبنان عنا بلبنان صار كل ما شيء بينعمل شيء كان في فساد أو ما في فساد الناس طارد بتفكر بسوق النية وعادة كل ما عم بفكروا بسوق النية عم بلاقوا فساد هيدا يلي على لسان أحد السياسيين مرة كان عم بقول ما كنا عارفين أو وصنا وصبنا بقى المشكلة الكبيرة إنه كمان في عندك الفساد ما إنه هو بس فساد سرقة المال الإدارة السيئة هي كمان فساد لأنه هي بتخصر البلد المصاري بتخصر فرص للبلد لينهض وهيدا الشيء كتير مهم الناس ما بتفكر بتفتكر الفساد بس طيب عاصم بالنقابي بالنقابي خبرنا هلا بالنقابي في كتير أقويل وفي كتير إذا بدك تقول خبريات ولكن نحنا ما فينا نبني إلا إذا ما اطلعنا على أركام أو إذا ما شفنا اليوم في خزني فيه أموال بالنقابي نعرف إنه في خزني سألت أحدهم يلي اليوم شخص مرشح كمان على مركز نقيب وعدو مجلس حالي سألته قديش فيه النقابي مصاري اللي ما بقدر إلك لأسباب أمنية هلا في عنا بيطلع عادة بالميزانية بيطلع تقارير التقارير عم نشوف تقارير عم تتغير أركامه بين مرة ومرة لأنه عم تنرفض ورجع يتغير ميزانية ويتغير أرقام هذا الشيء اليوم بيخليك تشك أنت يا بعدم كفاءة يا في شيء غلط اللي لازم ينعمل اليوم أول نقيبي بيجي ويدخل على النقابي يرجع يعمل شوي دراسي يجعي يشوف مظبوط يعمل جردي إن كان جردي ميلي يشوف شو في أموال بالنقابي مظبوط شو فيه لولار شو فيه دولار شو فيه بالليرة اللبناني صار فيه خربطة بين ليرة لبناني وبين دولار وبين لولار ضايع الناس هيدا لازم يتوضحوا كلهم وينحطوا إذا بدك برسم بإعلام كل الناس الموجودين أنا اليوم إذا كنت نقيب ما رح إجي أقدر ابني كل شغلي على شيء يمكن ما يكون موجود بالطريقة يلي أنا مفتكرة مش ناكد بي ميلي جديد لازم ينعمل مع إدارة جديدة صح السيد جو بهذه النقطة شو بهات فساد هلأ وسوق إدارة أنا أؤيد بشكل أساسي سوق الإدارة سوق إدارة أكيد أكيد بشكل أساسي لأنه اليوم الزنيات واليوم ما هلأدي فيها ضياعة هلأ بفهم أنت ما يكون عم عم نحمل الموضوع أكتر ما هو أنا بالطبع صار الموضوع أشكاليته عندي بالشركتي اليوم الأودت عنده إشكالية كبيرة منه يطلع التقرير آخر أربعة سنين لأنه اللولار ودولار واللبناني وأي سعر الصرف خبص عطي كيف فايدة نقابة طويلة عريضة شو إشكاليتها ولكن فيه سوق إدارة التحديات كانت كتير كبيرة مع الأسف نحن وضعنا ناس ويمكن ظلمناهم أنه وضعهم بهذا الموقع يعني الظروف كانت أقوى من وما كانوا قد لتحدي أنا ما بحكيها بالشخصي بس أنا بقول لك اطلع على الصيرات الزاتية وهذا متواجهة فيها كل مهندس هلأ ركز مش بس على البرنامج البرنامج مهم جدا ولكن ركز إذا الشخص قادر يحقل البرنامج وإذا كان قبل بموقع ثبت نفسه بدون ما نطرح بس شعارات وشعبوية هون إجينا أنه عشرين بالمئة من المهندسين حرموا من الانتخابات وهذا غير هو بالحقيقة حد 11 ألف شخص هني مش حرموا أنا متعطف معهم بس الموضوع منه بالكلمة اللي عم تستعمل صحيحة دقيقة بالأحرى النظام النقابي واضح الشخص يلي بيقدر ينتخي بلا يكون بالهيئة الناخبة هذا بنظام النقابي يلي بدي يحكي نقابي ما بيقدر يقول حرمه عم بحكي مستند عن النظام نظام النقابي واضح بيقول كل شخص ما دفع رسوماته يلي يجب يدفعها قبل آخر شهر إشباط من السنة مثلا الأربع وعشرين على سنة تلاتة وعشرين ما إله حق ما بيكون بالهيئة الناخبة يلي هي بده الانتخابات بده تصير بالأربع وعشرين هالشي انطبق على 11 ألف هلأ يلي قدم الطعن قدم الطعن على أساس أنه إله حق يترشح وما كان عارف مع العلم تغيير يلي صار تغيير اللي صار أو إذا بدك تقول الفروقات يلي من دفعت 11 ألف هالفروقات إلى سبب عادة نقابة المهنسين تكر بأول السنة المالية تكر الميزانية واللي على أساسها بيدفعوا المهنسين اشتراكاتهم ومين بكر اللي بيحضر الميزانية هو المجلس ويكر تكر هيئة المندوبين هيئة المندوبين لم تكر وما قبلت بالميزانية لين وطعت بأول 23 أنه ليسيسروا الأمور المهندس بيدفع على نفس الميزانية اللي هي السنة السابقة وبس تكر الميزانية تكر الميزانية من هيئة المندوبين بيدفع الفرق الفرق أكر بآخر سنة الماضية ومبعث اسأم أسات لكل المهندسين تحتى يدفعوا وسددوا ولكن للأسف أنا هون بقول الموضوع أكثر إله علاقة أظن في إلال يلي ما عندهم معرف الآن ما عندهم يمكن رقم تليفون مشجل بالنقابي مضبوط ولكن في ناس ما عنده قدرة وهذا السيء اليوم في كتير مهندسين قاعدين بالعمل مش ليك أنا بقلك بتعطف معهم تعطف معهم من ناحية إنه ما في شغل للمهندسين وفي كتير ما قدروا رح يدفعوا الفرقات لأن الفرقات اللي هني عليهم وعلى زوجتهم أو أولادهم أوية بتقدر تعمل مبلغ والمبلغ بكون مش متوفر مش ليك أنا بقلك بتعطف معهم ولكن هيدا نظام النقابي إذا قبلتوا يعملوا الانتخابات ممكن تضعن كمان لأنه بصير أنت عم تخالف لأنه لها السبب حرموا إذا بنا نقول كلمة من المشاركة بدأ أحكي عن الدور الوطني للنقابي وتعزيز هذا الدور في النقابي المقبلة يعني بكل المشاريع الوطنية على الصعيد الوطني يجب أن يكون هناك لمسة نقابة المهندسين طبع طبع في عندك أول شي أول شي لازم يكون في أكله اليوم مع كل التكنولوجيا وكل شي صار بالعالم والتقدم لازم يكون لدينا منصة تفاعل بين النقابي وبين المهندسين وبين الناس يعني اليوم الناس أنت بتعرف أنه اليوم ما في شيء بالأمور الحياتية إلا ما قالوا علاقة بالهندسة لما بتحكي صدود بتحكي هندسة لما بتحكي كهرباء بتحكي هندسة لما بتحكي نفايات بتحكي هندسة لما بتحكي مياه وسربة مائية بتحكي هندسة حركة السير هي هندسة كلها لموضع إلى علاقة بالهندسة يعني كل المشاريع الوطنية إلى علاقة بنقابة المحل لكن أينها وين هالمشاريع يلي حدث كابتا اليوم اليوم وين السفافية اداش قلنا منسمع الجدل البيزنطي يلي مثلا على هيدا الصد لازم ينعمل هون أو لازم ينعمل مين بتحكي هذا الموضوع النقابة لازم يكون إلى كلمة الفصل فقط الكلمة الفصل يعني النقابة هي التي تقول أنه يجب أن يبنى هذا الساد في هذا المكان وليس في هذا وخصوصا بالقليلة 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 تعطي رأيها لما بيكون في خلاف بالرأي اليوم نحنا نوعدنا بكهرباء نوعدنا سجود بلما نعرف كل المشاكل مش عم مش عم بحكي سياسي هون بس وين دور النقابة شو عطيت رأيها النقابة به هالملفات هاي دي ما شفناه هون ليش لأنه متل ما عامل لك النقابة اليوم هي تصريف أعمال السرانس وصدود وما بدنا نحكي به النقابة بنا نحكي باللغة التانية نعم قادر النقابة تمنع أي مشروع عم نحكي عن سدود قادر تمنع الوزير أنه ياخد القرار أنه يبني هذا الساد في هذا المكان أكيد لما سد بسري طلعوا الناس الناس اللي على سد بسري الناس من المجتمع المدني يوقفوا السد بقى كيف إذا كان فيه نقابة وراه عظيم بس لش من عمل لأنه النقابة ما عم تتعطب هالأمور لا ما شفناها أنا ما ما عم نحكي عن النقابة الحالية نقاب يعني هذه الأمور إشكاليات عمر عشرات السنوات مش عشرات السنوات يعني مثلا مد الكهرباء بال رحل رح خبرك معلش خلينا نحكي مش عم تذكار محارق المحارق خلينا نحكي أمور صارت مع الوقت اليوم كان فيه نقابة النزيين ويشتغلوا يمكن بأحزاب أو بغير أحزاب ولكن كان فيه كمان عندك بالبلد عم يحكي مؤخرا نحنا كان فيه بالبلد أنت حكومي وبالحكومة كانت ممثلة بالنقابة النقابيين ما كانوا عدا رأي شخصي ما كانوا يفتحوا ملفات بتعاكس الحكومة لأمور سياسية وكانوا بيسيروا بعضهم هذا كان شي خطأ اليوم عم نتفع حق يعني يجب على النقابة أن تكون محايدة أكثر من مستقلة مستقلة عم بحلم أبقول مستقلة 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 الرأي علميا وطعتي اليوم بغض النظر إذا كان النقيب مدعوم من هذا الفريق من نفس اللون السياسي أكتعدنا صح أنا منى أنت مدعوم أنا بتمنى يجي رئيس جمهورية بفكر مثلي وما يكون كمان مرتبط يكون يفكر لبنانيا ويشتغل بالطريقة اللي هو بيشوفها مدنا لك شخصيات أكيد يفكر وطنية نحن كلنا وراء كن نقابة مهنسين أو نقابة محامين أو كل النقابة وسعب لبناني بيكون وراء أنت تقول سيكون للنقابة الكلمة الفصل بكل المشاريع المتعلقة المشاريع الوطنية على الصعيد الجغرافيا اللبناني متعلقة بالهندسة على كافة المستويات إيه لازم يكون لازم يكون وأنا رح أعمل جهل إذا يكون وحارب بشأن رح تصرخ أكتر شيء أكتر شيء تشبع لأنه أباق المهن الحرة نحن صوت يوم مجتمع مدني أوي وبتصرح إذا اليوم في شيء أنا مقتنع فيه يملكيه صحية وهم بصير غلط بدي أجمع أطلب من الزملاء نقبة طبع المحامين طبع الأطباء كلهم نعمل مؤتمر صحفي ما رح نتركها تمرو وخصوصا إذا بتضر إذا بتضر بالمسحة العامية بدي أعلق على الموضوع لأنه كتير صير ليلة أكيد هو مرشح أو مدعوم بشكل أساسي وعلى ما باده مستكلة بس اللي رشحه هي مجموعات تغييرية طيب بس كل منهم بادرة الوطنية اللي هي داعم بشكل أساسي اليوم كمان معنا هؤلاء للشباب أوكي هؤدي عم ينظروا للبنان بطريقة مختلفة يمكن ما تظهروا معطوا ومعطوا حقهم مثل ملازم أوكي ولكن عم ينظروا للبنان ولا عم ينظروا لنقابة المهندسين بطريقة مختلفة نحن في شئ وطني بنقابة المهندسين هذا اللي نحن مرتكزين عليه هذا اللي لازم تكون مركزين عليه تماما لما بينطرح الصوت بنقابة المهندسين بشكل موضوعي أنا ما عم بيجي اليوم بقول انطرح الصوت بمتعرف نحن الجو البلد يعني بصفقات مشبوهة أو باتفاقيات تحت الطاولة مثل ما معتاد أو مثل ما شاهدنا ساعتها واجبنا نحن مهندسين أولا واللبنانيين ثانيا أنه نلتف حولها لأنه عم بيكون أرارة وعم بيكون نزلط على الموضوع علمي بحث عظيم القضايا الوطنية إذا ما ما بنا نحكي نعبية لأبات ومهندسين وأثيرانس وضمان اجتماعي في كمير بعد في كتير قبل ما نروح لكتير بس هيدا بنا نعم يعني نعم الكهرباء قدر النقابة تحط مخطط كهرباء تلزم أي حكومة أي وزير طاقة يعتمده مش قلت حضرتك هون عنا فرع الكهرباء مش قدر المهندسين الكهرباء بالبلد يعطونا خطة كهرباء مستدامة استيسفادي استيسفادي يسلموا يطلبوا من النقابة هي لتعطي رأية عم حكي يطلبوا لأنه بسيس الموضوع وتشوف كيف النقابة أوين بتلاقي الحل من الحل فلتبادر النقابة المقبلة في حال وصلتم إليها عظيم مستقبل المهني والشباب حكينا عن الصندوق التقاعدي والمستشفادي كمان هذا التحديد الصندوق التقاعدي اليوم عنا مشكلة كتير كبيرة إذا عم بتتابع شوي الموضوع اليوم المتقاعدين عم يتظهروا وعملين خيمي قدام النقابي اليوم نحن عنا صندوق التقاعدي اللي هو مش صندوق نهاية خدمة هذا الصندوق هو إذا بدك تقول لمساعدة المهندس لما بيوصل ما بقى عنده قدرة يشتغل لحتى ما يتبهدل المهندس قيمة التقاعد كانت بال2016 2017 حد تسعمية دولار كان تسعمية دولار كان فيه تقريباً خمسين بالمئة من المدخول اللي عم يجي لها الصندوق هو من فويد المصاري اللي إن ملك الصندوق عنده مئة وعشرين مليون دولار إذا مني غلطان اللي كانت فويده عم بتغزي خمسين بالمئة من الصندوق خايدة طار طار صاروا لولار الخمسين بالمئة الباقية كانت قسم مننا بتجي من اشتراكاتنا نحن المهندسين واليوم في قسم الأكبر من الشباب ما بقعم يتسجل بالنقابي لأن الشباب بماولوا كان يدخل على النقابي حد ثلاثة الاف مهندس من سبعة ثمانة سنين اليوم حد لألف ألف وخمسين لا مش عم يدخلوا لأنهم صفروا تركوا فيه لأنهم أول شيء يما عندهم إدراء اللي يدفعوا اشتراكاتهم بدوا يفوتوا على النقابي ما بدون يدخلوا على النقابي بدون انتسبوا فيه رسوم انتسب منه كثير عالي وفيه كمان الرسم اللي بيدفعوا ومنهم قادرين يدفعوا وبسيط الوقت فيه ناس كلها عم يتهاجر ما عم تنتسب للنقابي لذلك هيدا له علاقة كمان بالدخل على الصندوق وفيه كمان قسم تاني تالي يلي هو بالمعاملات نحنا كنت عم قلتلك بالأول إنه معظم كل شي بالنقابي رسومات كان يدخل كله مرتجز كان على رخصة البناء رخصة البناء سكان وغيره لما أنت بتعمل رخصة أو معاملة بالنقابي بتدفع رسومات فيه أسم من الرسومات بيدخلوا على الصندوق وهول بسبب الحالة الاقتصادية وقف كطاع البناء وخفوا كتير الرخص وفيه بين هلين فيه ناس كتير ببعض المناطق اللبنانية اللي هي بعيدة عن بيروت عم نعرف أنه عم بيعمروا بدون رخص وخصوا على الأملكة العامة كمان صح بس هايدي بوشكل إذا صارها زيت أرض بغض النظر نحنا عنا كمان خطرنا يا هايدي نقيب أنه مكافحة هذه الأنواع من الأبني هلا خطرنا يا نقابي من البوليس سجل نقابي من زمان كان يطلع كل مدة وزير دخلية يطلع يسمح ترخيص 150 متر مربع هايدي نحنا كنا ضده كنقابي كل النقابة اللي إجوا ونقابيين ضده عدا عن أنه في سلامة العامة وكمان في موضوع كيف يعمره ووين يعمره وفي عندك مشكلة تانية اليوم هي الأبنية الأديمة اللي قسم منها متصدع نحنا بنعرف مثلا انفجار بيروت اللي صار في أبنية كتير تصدع يا هل ترى في أبنية مسكونة بدسيانة في أبنية ممكن توقع مين هايدي بدي صنفها نحنا اليوم بالنقابة لازم كنا لنا دور فيها وراها بشان تتصنف نصنف الأبنية بناءا لسوليداتي طبعا سيد بيروت هايدي أنا متما أبي فهمها نقابة لازم كل شي نقابة يعني في المقدم وليس أن يطلب منه صح صح هيدا هو الفعل صح نحنا اليوم صوت السارق للمجتمع المدني بكل موضوع اللي وعليه أبنية الهندسة طيب بعد ما خلصت بقصة الصندوق التقاء خبرتني عملت لي التوصيف والمشكل شو الحل شو البليل اليوم اليوم صار وصل وصل اللي بيتقاضي المتقاعد 165 دولار هلأ يمكن زدوها شي 30 دولار لسن تجيب الميزانية من التسامية هايدي ما بتعمل شي اليوم الصندوق المسكلة التانية إذا جيت اليوم قدرنا استحصلنا على قصم من مصرياتنا اللي هني موجودين بالمصاريف وزدنا ما عاش التعاودة إذا جينا قلنا بدل 160 رح نعملوا 300 عنا نحنا 3000 متقاعد وليش متقاعدين صحة منهم صحة كتير منيحة بس ما عندهم صغل أو 165 دولار اليوم ومتقاعد هيدا لأنه ما عنده شغل وبيعطيه أكتر من 160 دولار ما عنده شغل اليوم المهندس يلي بيوصل على 60 65 70 هيدا بعز إذا بدك تقول عطاءه الهندسة ما لازم يتقاعد لو عنده شغل هيدا اليوم إذا جينا إذا جينا معاش صار 300 بتقاعد 3000 غيره ويرجع بيكسروا الصندوق هون المشكلة المشكلة اليوم هي أنه نلقي فرص عمل لهالمهندسين اليوم كنت عم بيحكي أنا مثلا على تصنيف الأبنية مين أحسن ليصنف الأبنية بالخبرة غير هالمنسين هول عرفت كيف إذا بتخفف أنت من العدد المتقاعدين وتلاقيلهم شغل فرص عمل بتخفف على الصندوق بتقدر تكبر وتعمل توازن بين المدخيل وبين اللي عم تدفعه والأهم شي برجع برجع كله عم بربطه بالدولة اللبنانية أنا كله عم بربطه بالحكومة كله عم بربطه اليوم معنا رئيس عم برجع بربطه ببعضه لأنه ما فينا نكون عنا حكومة إذا ما عنا رئيس ونحن ما فينا نشتغل ونظلنا مستمرين هيك لنا قابي ولا الشعب اللبناني إذا ما في حكومة واليوم لازم ما بقى يحمل الشعب اللبناني الشعب اللبناني كان كل ما بقى يحمل سيد جو بالتوقع نهار الأحد شو رح يصير عدد نرجع من عدد المرشحين عدد الناخبين وشو المتوقع يصير عدد المرشحين لمنصب نقيب 14 مرشح يضيف لأنه اللي فاز بالطعن 15 مرشح المعركة يعني واضحة محصورة بين بين الزميل فادي حنى والزميل بيار جعرة أكتر شيء أكتر شيء علم أنه في كتير أسماء موجودين في كتير أسماء أنا بدي أدوّع شغلي هنا فضل نحن اليوم ما فينا نبني نحن مشتغل البناء ممكن تبني على رمال متحركة على أرض ما نصلي نحن اللي قمنا فيه بالحملة وهذه كتير مهم من واحد يرأي بالحملة اللي ما فيه نحن أصرينا أنه أي دعم بده يصير يكون مكشوف نحن مننا جايين نغش عقل المهندس يكون مكشوف وهولي منه منه الناس غرباء عن نقابة المهندسين هولي موجودين وعندهم حاسيتهم وهذا رأي موجود بالنقابة المهندسين لما ندعمنا كله كان معلن المشكلة أنه بعض المرشحين وبعض المهندسين وبعض إذا بدك ثقافي عند بعض المهندسين تحكي بتحت الطاولة فعدد المرشحين لهذا المتفاقم هذا العدد الكبير شو منتظرين عشو متكلين لأنه صار في كلام وصلنا يعني كلام تحت الطاولة بأنه أنت نزال ونحن مدعمك ونحن مش مقتنعين هونيك ومقتنعين هون كل هالأمور هاته وأنا ما عم بحكي شيء غريب على على انتخابات نقابة المهندسين آخر انتخابات إذا بدك ترجع على دغري بتشوف كيف تاني يوم ظهرت أنه بعض المرشحين المدعين بالاستقلالية ومدعين بالمستوى المدى اللي ما هنالك تاني يوم تم أعلان أنه نحن مكنا ندعمين له أستاذ بير ماذا تقول للمهندس اللبناني مهندس في نقابة بيروت حتى ينتخب بير جعار آخر رسالة إذا كان بدك تنتخب النقاب وإذا كان بدك تنتخب الشخص اللي إلك فيه سئة نزال 14 نيسان إذا كان عندكم سئة فيه ينتخبوني وعندكم سئة في غيري ينتخبوه ولكن الصوت اللي يجب يروح صح اليوم ما يروح خيارات لأشخاص عاطفيا صوتهم رايح ما رح يود بعدد المرشحين اللي هني موجودين ممكن ياخدوا أصوات من المستقلين أكتر من غير اللي هني إذا بدك تقول ملتزمين وهول اليوم اللي غير ملتزم لازم يعرف يصوت صح بمحل يقدر يوصل مش بمحل يكون صوته رايح دي عام 14 نيسان هو نهار مفصل لنا قبضنا ولمهندس هنا وأنا اليوم بحمل المسؤولية كل المهندس هو يشارك لازم يرقوه يكون موجود مش بعدين يقول صار هيك وصار هيك وما عجبتني يعمل خياره ويرجع فيه محاسبة كمان لازم تسير من بعد الانتخاب بعض البرنامج اللي قلتوا بهذه الحلقة تعد بيار جعارة أن تعمل كل ما في وسعك لتنفيذه متل ما عملت هالشي لما كنت بالنقابي قبل ومتل ما عم بعمل هالشي كل يوم بعملي الخاص أنا بدي أشكرك السيزة بيار جعارة السيزة جو الهوى على المشارك كمانو بنا نتمنى لكم التوفيق يوم الأحد شكرا شكرا مشاهدين انتهت الحلقة تابعونا بحلقات لاحقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة